استقبل الأميرة محمد أمسلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوفد المرافق له والذي يزور السعودية حالياً كان رئيس الوزراء قد التقى في الرياض وزير الصناعة السعودية حيث استعرض مدبولي عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية وأكد في الوقت ذاتي أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة وأن هناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة في الفترة القادمة ومع إعادة تشكيل الحكومة المصرية هو تحسين مناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر تبسيط وتيسير الإجراءات هدفنا كان الحقيقة المرة دي أن نشتغل أن نتخطأ الإجراءات البيروقراطية من خلال استحادة الشعرية أدخلناها على قانون الاستثمار وعلى عديد من الحوافز والإعفاءات التي أطلقناها لتشجيع الاستثمار في كل القطاعات سواء قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع التطوير العقاري كل القطاعات طاقة جديدة والمتجددة وده بتمثل أولوية قصوى لمصر وبالتالي يمكن إحنا الحمد لله دلوقتي بقى أصبح لدينا حزمة جيدة جدا 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 من الاستثمارات من الحوافز الاستثمارية اللي تساعد وتشجع أي مستثمر وعلى رأسهم طبعا أشققنا من مملكة أن هم ييجوا وإن شاء الله يستثمروا ويجدوا أعلى عائد على الأموال الخاصة بيهم